نحن إذا يعني مثلا إحنا إن شاء الله الله يوفقنا لفتح مكة والمدينة شنو راح نميل على أهل الخلاف حتى كهنتهم ونقتلهم كلا وحش لا نستحل ذلك بالعكس نهديهم ربما نتناظر معهم نعم نتجادل معهم نعم نتصايح يمكن شوية نعم نتكافخ لا بوكسات لا ما نوصل أبا عنف ما نقبل أسأل نتصايح شوية مو مشكلة بعدين نعشيهم وهذا يخلص تطيب الخواطر شيخنا كل هالسلم اللي احنا دان نبدوه نبدوه ويقولون علينا عنف وعنيف طبعا لأنه شوفوا نفس الاتهامات التي كانت توجه للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله للأمة الطاهرين عليهم السلام للأنبياء عليهم السلام يعني هم العدو كثيرا ما يتعمد تبشيع دعوة الحق ووصمها بالباطل